وإحنا في آخر أيام الشهر الكريم بالتأكيد هناك سنن نبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على المدامة عليها كلما انتهى هذا الشهر ما هي أبرز هذه السنن وتوصي إزاي الناس تعمل طيب أحسنت يعني ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك سؤال مهم جدا بعض الناس في ختام شهر رمضان بتيجي بقى عندها إيه أنا عاوز بقى أنا محروم بقى لتلاتين يوم ما هو اللي 29 يوم فأنا عاوز بقى أخرج واتفسح وخلاص ما أنا كنت بعبد ربنا سبحانه وتعالى ناس كتير بتيجي على ليلة العيد لو النهاردة هتكون ليلة العيد أو المتمم لشهر رمضان ليلة العيد يا جماعة ليلة يستجابوا فيها الدعاء بعض الناس بقضوا الليلة دي يقول لك خلاص بقى أنا هتفسح واخرج وعمل اللي كان نفسي فيه من تلاتين يوم أنا محبوس لا ليلة العيد دي الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول وبلغنا أي بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله أنه يستجاب الدعاء في خمس ليال وعد منها وليلة عيد الفطر يا سلام يعني الليلة دي ليلة يستجاب فيها الدعاء آه وكلام حضرة سدن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم لما قال سدن النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطاهن أمة من الأمم آخر حاجة في الخمس خصال يقول حضرة سدن النبي ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان لذلك يسموها للتجائزة فالصحابة سألوا سدن النبي ألوى سدن النبي أهي ليلة القدر؟ سدن النبي قال لا ولكن ما جزاء العامل إذا انتهى من عمله لو أنا جبت حده شغاله عندي أول ما ينتهي من عمله هعمله إيه؟ أعطيه أجره اللي هو الأجر اللي احنا اتفقنا عليه يقول سدن النبي صلى الله عليه وسلم العامل في رمضان انتهى من عمله يوفى أجره يعني الليلة دي بتكون ليلة الجائزة ليلة الغفران ليلة الرضوان اللي هي ليلة العيد فلازم نقضيها في عبادة ربنا سبحانه وتعالى لني أضيها شكر لله سبحانه وتعالى أنه وفقنا للقيام في رمضان على طاعته للقيام في رمضان على امتثال أمره للقيام في رمضان على قراءة القرآن نشكر ربنا أنه وفقنا للنعمة دي كتير من الناس متوفقوش ولكن ربنا اخترني وفضلني وخلاني أكون من عباد الله في رمضان فلازم أشكر ربنا على هذه النعمة وعلى هذا القبول يبقى أهم حاجة اغتنام ليلة العيد ليلة إنها ليلة الجائزة ليلة الفوز ليلة الرحمة ليلة الكرم ليلة الغفران من ربنا سبحانه وتعالى ليلة إتمام